يجب على الحامل تناول وجبات صحية متوازنة فالتغذية الجيدة مهمة جدا للحصول على العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادل والتي يحتاج إليها الجنين كما يجب تجنب الأطعمة الضارة والتي تهدد سلامة الحمل سوف نخبركم بأهم الأكلات الممنوعة للحامل البيض النيئ يجب تجنب البيض الخام أو النيئ أو الأطعمة التي تحتوي على البيض الخام وذلك بسبب التعرض المحتمل للسلمونيلا قد تصنع بعض أنواع الصلصات والميونيز والأيس كريم في المنزل باستخدام البيض النيئ وهذا يمثل مصدر خطر ولكن إذا تم طهي الوصفة فسيقلل ذلك من التعرض للسلمونيلا الأيس كريم والصلصات والميونيز التجارية يتم إعدادها مع البيض المبسطر ولا تزيد من خطر السلمونيلا الأجبان الطرية قد تحتوي الأجبان الطرية على الإستيريا قد تحتاجين إلى تجنب الألبان الطرية جميع الألبان اللينة المصنوعة من الحليب المبسطر آمنة للأكل الحليب غير المبسطر قد يحتوي الحليب غير المبسطر على الإستيريا تأكد من أن أي حليب تشربينه يكون مبسطر الخضروات الغير مخصولة الخضروات آمنة وهي جزء مهم من النظام الغذائي الصحري المتوازن ومع ذلك من المهم التأكد من غسلها لتجنب التعرض المحتمل لداء المقوسات والذي قد يلوث التربة التي تزرع فيها الخضروات العجبات السريعة العجبات السريعة المصنعة منخفض عموا في القيمة الإغذائية ومرتفعة في الصعبات الحرارية والسكر والدهون المضافة مما قد يزيد من خطر زيادة الوزن وسكر الحمل ومضاعفاته وهذا يمكن أن يكون له آثار صحية طويلة الأجل على الطفل اللحوم الممنوع للحامل اللحوم النيئة يجب تجنب المأكولات البحرية غير المطهية ولحم البقر أو الدواجن الغير مطبوخ بسبب خطر التلوث بالبكتيريا القولونية والسلمونيلا وداء المقوسات اللحوم الباردة من المعروف أن اللحوم الباردة قد تكون ملوثة بالليستيريا والتي يمكن أن تسبب الإجهاض فالليستيريا لديها القدرة على عبور المشيمة وقد تصيب الطفل مما قد يؤدي إلى العدوى أو تسمم الدم وقد تهدد العدوى الحياة إذا كنت حامل وتفكرين في تناول اللحوم الباردة فتأكد من إعادة تسخين اللحم حتى ينضج يجب أيضا تجنب تناول المخبوزات أو الباتي المحشو باللحوم المجمدة الأسماك الممنوعة على الحامل الأسماك التي تحتوي على الزئبق فيجب تجنب الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق حيث يرتبط الزئبق المستهلك خلال فترة الحمل بالتأخر في النمو وتلف المخ لدى الأطفال الأمثلة على هذه الأنواع من الأسماك سمك القرش سمك أبوسيف سمك الماكريل سمك القرميد تحتوي التونة المعلبة بشكل عام على كمية أقل من الزئبق مقارنة بأنواع التونة الأخرى لكن لا يزال يجب على الحامل تناولها بشكل معتدل كما يجب تجنب أنواع معينة من الأسماك المستخدمة في السوشي بسبب ارتفاع مستويات الزئبق المأكلات البحرية المدخنة يجب تجنب المأكلات البحرية المبردة والمدخنة وهذا لأنها يمكن أن تكون منوثة بالليستيريا وغالبا ما يوجد هذا النوع من الأسماك في قسم المأكلات الجاهزة وتعد المأكلات البحرية المدخنة المعلبة تكون عادة جيدة للأكل تكون المأكلات البحرية المدخنة آمينة للأكل عندما تكون في عنصر في وجبة مطهيها الأسماك المعرضة للملوثات تغنب الأسماك من البحيرات والأنهار الملوثة التي قد تتعرض لمستوات عالية من ثناء الفينيل متعدد القولور وقد تشمل هذه الأسماك السمك الأزرق وسمك القاروس المخطط وسمك السلمون المحار النيئ إن معظم الأمراض التي تنقلها المأكولات البحرية ناتجة عن المحار غير مطه جيدا والذي يشمل الجندوفلي وبلح البحر يساعد الطهي في منع بعض أنواع العدوى لكنه لا يمنع الالتهابات المرتبطة بالتحالب ويشكل المحار النيئ مصدر خطر ويجد تجنبه تماما أثناء الحمل توابل وأعشاب ممنوعة في الحمل الألوفيرا وزيت الريحان والينسون هذه الأعشاب يجد تجنبها لأنها من الممكن أن تسبب انقباضات في الرحم كما يجد تجنب زعفران الخريف لأنه يمكن أن يسبب تشوهات خلقية كما ينبغي تجنب الكميات الكبيرة من جسد الطيب المشروبات الممنوعة للحامل الكافين فعلى الرغم من أن معظم الدراسات تشير لأن تناول الكافين بشكل معتدر مسموح به إلا أن هناك دراسات أخرى تبين أن تناول الكافين قد يكون مرتبطا بالإجهاض فتجنب الكافين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لتقليل احتمالية حدوث الإجهاض وقاعدة عامة يجب أن يقتصر الكافين على أقل من 200 ميلي جرام يوميا أثناء الحمل إن الكافين مدر للبول مما يعني أنه يساعد في القضاء على السوائل من الجسم وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الماء والكلسا من الجسم من المهم أن تشرب الكثير من الماء والعصير والحليب بدلا من المشروبات التي تحتوي على الكافين حيث تشير بعض الأبحاث لأن الكميات تبيرة من الكافين مرتبطة بالإجهاض والولادة المبكرة وإنخفاض الوزن عند الولادة ومتلازمة الانسحاب عند حديث الولادة لذلك يكون الشيء الأكثر أمانا هو الامتناء عن تناول الكافين أثناء الحمل المشروبات الكحلية فيغيرها منها أثناء الحمل وبالتالي يجب تجنب تناول الكحل أثناء الحمل فتناول الكحل قبل الولادة يمكن أن يتداخل مع التطور الصحي للطفل واعتمادا على كمية وتوقيت ونمط تناول الكحليات يمكن أن يؤدي استهلاك الكحل أثناء الحمل إلى متلازمة الكحل الجنينية أو غيرها من انطرابات النمو فإذا كنت تستهلكين الكحل قبل أن تعرفين أنك حامل فتوقفي عن الشرب الآن كما يجب أن تستمر في تجنب الكحل أثناء الرضاعة الطبيعية مشروبات الأعشاب التي يجب تجنبها أو استخدامها بحضر أثناء الحمل مشروب البابونج مشروب نبات القراص مشروب الهندباء مشروب النعناع والدري مشروب العرق سوس عن مشروبات العشبية الملينة